عاجل جدا نكشف لكم بوضوح عن اكتاجون الجيش المصري الجديد ده خبر مهم جدا تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل وورد إلينا أسيس يقوم بعمل شيء يجعل كل فقير يدعو له وللأسف ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا لأعلى المستويات منذ ظهور هذا الفيروس ومنظمة الصحة العالمية وبيان مفرح للشعب المصري بسبب فيروس كورونا وعاجل علماء مصريون يتوصلون إلى بروتوكول علاجي للشفاء من فيروس كورونا وحقيقة تطبيق المرحلة الثالثة من مواجهة فيروس كورونا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله معكم اسلام فويس أوفر على قناة مصر ميديا اي بي معانا أهم نشرة أخبار في الوقت الحالي ياريت قبل ما نبدأ في الفيديو نرجو من حضراتكم أنكم تدعمونا بأنكم تدوسوا على زرار اللايك وتدوسوا على زرار الاشتراك في القناة عشان على مدار اليوم إن شاء الله هيجيلكم كل جديد وأهم الأخبار على مدار الساعة اللايك والاشتراك في القناة مش ياخد منكم لحظات ولكن هيدعمنا وتعالوا نشوف أول خبر معانا بيقول عاجل جدا نكشف لكم بوضوح عن أكتاجون الجيش المصري الجديد ده خبر مهم جدا تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لمقر وزارة الدفاع المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ويطلق عليه تسمية أكتاجون الجيش المصري ويضم المبنى الجديد أي ثماني الأضلاع جميع مقرات أفرع قوات المسلحة المصرية والأكتاجون تعني ثماني الأضلاع أو الزوايا فيما يعني البنتاجون خماس الأضلاع أو الزوايا وهي تسمية في اللغة اليونانية القديمة حيث أن أكتا تعني الرقم ثمانية بينما بنتا تعني الرقم خمسة ومن هنا تم إطلاق لفظ البنتاجون على ببنى وزارة الدفاع الأمريكية لأنه مصمم على شكل مبنى خماس الأضلاع ويقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر بمية تسعة وتمانين ألف متر مربع بينما تقدر المساحة الفعلية للمبنى بخمسة واربعين ألف متر مربع ويشتمل التصميم على تمام مباني بثمانية أوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصيلا ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طويلة وعدد هذه المباني مساوين لعدد إدارات الجيش المصري المصدر RT والصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة ياريت لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة ياريت تنزل تدوس على زرار اللايك وزرار الاشتراك في القناة وتعالوا نكمل نشرة الأخبار هنقول تفاصيل خبر ارتفاع معدلات الإصابة في فيروس كورونا في مصر وبعد كده هنقول خبر بعنوان السيسي يقوم بعمل شيء يجعل كل فقير يدعو له تعالوا نعرف تفاصيل ارتفاع معدلات الإصابة في فيروس كورونا لأعلى المستويات منذ ظهور الفيروس قالت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين إنها وثقت 149 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وأضافت أنها سجلت سبع حالات وفاة ليرتفع إجمال الوفيات ل85 حالة وأعلنت وزارة الصحة والسكانة المصرية شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمال المتعافين إلى 259 حالة وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن حالات الإصابة الجديدة تعود جميعها لمصريين من بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا فإن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى السادس من إبريل هو 1322 حالة من بينهم 259 تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل و85 حالة وفاء وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا تبقى للوائح الصحية الدولية وبالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية وأشرت الوزارة إلى أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معضية المصدر أرتي وده كان بيان مهم جدا من وزارة الصحة المصرية أتمنى من الله أن ربنا يرفع عننا هذا البلاء وإن شاء الله يتم شفاء جميع الحالات المصابة وتقل تدريجيا في أسرع وقت عدد الإصابات بهذا الفيروس لتصبح صفر في مصر وفي العالم إن شاء الله أتمنى من حضراتكم الدعاء لرفع البلاء طيب تعالوا ننتقل مع بعض الخبر مهم جدا جدا معنا في خبر عاجل ورد إلينا الرئيس السيسي يقوم بعمل شيء يجعل كل فقير يدعو له هذا هو عنوان الخبر اللي معنا النهاردة كان في بعض الناس قعد التعلق على الفيديوهات السابقة ويقولوا ليه الرئيس السيسي بيساعد إيطاليا ليه مش بيساعد شعب مصر هنا في هذا الخبر حسب توجيهات طبعا الرئيس السيسي إنه يساعد مليون ونص عامل غير منتظم تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر أشهد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بقرار الرئيس السيسي تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر وقال سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة أون إي كنا عاوزين نجيب أكبر ميزة للناس وقرار الرئيس أثلق صدور الجميع والرعاية غير المنتظمة تحتاج إلى الرعاية وحول الزحام أمام أحد أفرع البنكة الأهلي من أجل صرف المبلغ صباح اليوم شائعة من فئات تستهدف الدولة المصرية لإحداث أكبر ضرر ممكن للدولة والشعب المصري وأكد أنه سيتم صرف المبلغ يوم الأحد المقبل بحد الأقصى حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع نهدف إلى منع التجمع وهذه الصورة سيئة ونحن حريصون على صحة وكرامة المواطن وأشار إلى أن عدد المستفيدين يبلغ نحو مليون وخمسمائة ألف عامل وعملة الصرف بالرقم القومي في مكتب البريد في المحافظات وسنختار بعض البنوك حتى تساعد في ألعبها المصدر الوطن والتاني هقول للحضراتكم يعني أن الرئيس السيسي خباله جدا من العمالة الغير منتظمة كان في ناس طلعت قالت أن إحنا عملين نساعد الدول والحكومة مش بتساعد شعبها هقول للحضراتكم تاني أن إحنا الحسن الحظ مش زي إيطاليا وإن شاء الله مش هنوصل لمعدلات إيطاليا فإن إحنا نساعد دولة بكرة إن شاء الله دولة هتيجي تساعدنا هي دي المعادلة اللي أنا عاوز أوصلها للناس هتساعد جارك هتساعد أخوك النهاردة هيساعدك 100 شخص بكرة ده اللي كنت عاوز أوضحه لحضراتكم تعالوا لانتقل لخبر تاني مهم جدا معنا ومنظمة الصحة العالمية وبيان مفرح للشعب المصري بسبب فيروس كورونا أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن 85% من إصابات المصريين بفيروس كورونا لا تحتاج أي علاج وتشفى بذاتها وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر أن الدولة تعمل طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأقصى طاقتها من أجل الكشف عن الإصابات معتبرا أن الكشف عنها شيء إيجابي لأنها تخضع للعزل ويخضع بخالطيها للحجر من أجل السيطرة على اتشار الفيروس وشدد على أن مصر لا تخفي أي أرقام بخصوص الإصابات مشددا على أنه ليس من مصلحة أحد إخفاء عدد المصابين المصدر الوطن فشيء كويس جدا أن 85% من إصابات المصريين ما بتحتاجش أي علاج وبيتم شفاها بذاتها فده شيء جميل جدا ودي نعمة من عند ربنا للشعب المصري تعالوا نشوف خبر مفرح جدا وعاجل علماء مصريون يتوصلون إلى بروتوكول علاجي للشفاء من فيروس كورونا أعلن رئيس جامعة القاهرة العريقة في مصر محمد عثمان الخشت أن فريق بحث من العلماء المصريين توصل إلى بروتوكول علاجي لمواجهة فيروس كورونا وأوضح الخشت أن الفريق البحثي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ضمن خطة جامعة شاملة في هذا الشأن توصل إلى الإقرار المبدأي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن البروتوكول العلاجي توصل إليه الدكتور أحمد الداروتي الأستاذ بكلية طب القصر العيني وذكرت أمنية خليل رئيس الفريق ونيفين سليمان نائب رئيس الفريق أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجار اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة والتحقق وتابع الفريق بأنه لا يمكن الجزم بفعالية البروتوكول إلا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه وقالت داروتي إن العلاج يتضمن استخدام عقارين إحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس مشيرا إلى أن تأثير العقارين في مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة بما يسهم في تخفيف وطأة الالتهاب الناجمة عن الإصابة وبخاصة التهابات الرئة والذي من المتوقع أن يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى المصدر من صحيفة RT منتظر رأي حضراتكم في هذا القبر يعني المهم جدا وتعالوا ننتقل مع بعض القبر تاني مهم جدا معنا وحقيقة تطبيق المرحلة الثالثة من مواجهة فيروس كورونا تعالوا نعرف تفاصيل هذا القبر المهم بيرد عليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشفت الحكومة المصرية عن حقيقة تطبيق المرحلة الثالثة من سيناريوهات مواجهة فيروس كورونا وهي المرحلة الأخطر ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما يتم تداوله بشأن الفيديو المزعوم حول تطبيق المرحلة الثالثة موضحا أن هذا الفيديو غير صحيح ولا علاقة له بمجلس الوزراء وأضاف المركز الإعلامي ونوضح أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقا وأنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشدد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة المصدر RT زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أن احنا لازم ننقي مصادرنا المواقع اللي بنتبهحها ومواقع اليوتيوب اللي بنتبهحها ناخد الأخبار من مصادر موصوقة لو بتتابع قنوات يوتيوب زي مثلا قناة مصر ميديا اي اي بي اتأكدوا أنها بتجيب الأخبار من مصادر موصوقة ومن صفحات موصوقة وجينا لنهاية نشرة الأخبار من قناة مصر ميديا اي اي بي جينا لنهاية نشرة الأخبار في قناة مصر ميديا اي اي بي كان معكم اسلام فيس اوفر في أهم نشرة أخبار في الوقت الحالي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته